سلسلة من النمازج الرائعة الموجودة في موقع اليوم اللي أعتقد ممكن يكون غالبيتكم ما سمعش عن هذا الموقع موقع النهاردة فيه مجموعة من النمازج اسمها Juggernaut Flux هذه النمازج جيدة جدا ومخصصة لتوليد صور واقعية وعمق رهيب في الصور وتباين في الألوان حاجة فيه منتهى الجمال زي ما انت شايف كده من الاسم Juggernaut Flux هتلاقي ان هذه النمازج أيمى على بنية Flux من Plague Forest Labs وجربنا Flux بكل اصداراته من قبل على القناة وشوفنا قد ايه هو جيد ونتيجه رائعة يلا بينا النهاردة نشوف موقع RunEat من RunDivision نختبر النمازج الرائعة لJuggernaut Flux ونشوف امكانياته والنتيج بتاعته ونتعرف على الخطة المجانية الموجودة فيه يلا بينا ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وان شاء الله يكون فيديو مفيد على القناة بعد ما هتخش على الرابط الموجود في الوصفة أسفل فيديو وحي وديك على طول على RunEat وRunEat هو عبارة عن موقع من RunDivision حطت لك ان شاء الله زي ما قلت لك الرابط في الوصفة أسفل فيديو وفي شوية موديلز صراحة مميزة جدا داخل الموقع وده اللي هنجربه النهاردة ولكن دعونا ننتقل إلى أول حاجة أكيد بتهم الكثيرين قبل ما نتكلم عن النماذج الموجودة داخل الموقع وهو مجموعة من النماذج اللي أيمى على بنيت فلاكس وهي JuggerNet بشكل عام أو JuggerNet Flux بشكل عام أولا الخطة المجانية الموجودة فيه الخطة المجانية لو رحنا دوسنا على Upgrade My Plan ستجد ان انت عليك في الفري بلان آه مئتين وخمسين توكنز بيردي باتين وخمسين توكنز بيردي ده بالنسبة لي الخطة المجانية مش هنبص على بقية الخطط إحنا نهمنا الخطة المجانية واعتقد ان الخطة المجانية ممكن تكون مميزة جدا آآ ممكن يكون انتاج الصورة بياخد عشرين توكنز ولكن صدقني النتيجة هتكون رائعة وحتشوف بنفسك انها فعلا تستاهل كده كده المئتين وخمسين نقطة دول بيتجددوا بشكل يومي فأنت تقدر تستخدم بقى الموقع براحتك جداً كل يوم عشان تنتج الصور اللي انت عايزها للمحتوى بتاعك يلا بينا نجرب run it ونجرب النمازج الرائعة اللي موجودة داخل هذا الموقع وزي ما قلتلك البنية بتاعتها أيما على flux يلا بينا هبتدي أرجع مرة تانية ليه الhome عشان أشوف النمازج اللي موجودة والcreative tools اللي موجودة داخل الموقع لو أنا روحت تدست على view all عشان أشوفها كلها هلاقي عندي الآتي عندك juggernet lighting flux وده موديل تقدر انك انت تستخدم معاه صورة أو تستخدم معاه text prompt وعندك بالنسبة لي الفيديو ممكن انت تولد فيديو باستخدام clink 1.6 pro short video من existing image من صورة موجودة وعندك كمان create a vector هنا انت تقدر تعمل vector اللي سيلا عايزة تولد صور تحفظ بيها على الجودة أو الدقة بتاعتها فممكن انها تولد SPG وعندك أيضا train ممكن تدرب custom AI model على ان انت تستخدمه in another tools أنا مش هتناول الجزء بتاعت train أنا هتناول النمازج اللي زي ما قلت لك نمازج مميزة داخل الموقع اللي هي أيما على بنية Lux وهنا بقى الموديلز الموجودة عندي زي ما قلت لك فيه موديلز مميزة جدا ودي اللي هنجروها مع بعض دلوقتي طب احنا دلوقتي عايزين نجيب البرومت أو الامر نجيبه منين انا قلت ما فيش افضل من موقع free AI prompt generator حاطولك ايضا رابط في الوصفة اسفل فيديو عشان نجيب منه الاوامر سهل وبسيط جدا وحنشوف مع بعض دلوقتي اللي ما شفوش قبل كده انا شاكنت شرحته من قبل الموضوع في منتال سهولة وبيديني اوامر سهلة وفي نفس الوقت بتطلع صور حلوة اول حاجة هخش على الموقع اللي هو Peter at AI وحروح للAI prompt generator وهنا select image type هنا هختار الصورة تكون photo drop down list مش بتبانق قائمة المنسادلة باستخدام البرنامج اللي انا بسجل به ولكن في drop down list بتخطار photo oil painting water color cartoon drawing 3d render انا هختار photo وهنا هختار يكون select background ممكن اخلي background garden وهنا بالنسبة first person select color palette هخليها vibrant هخليها vibrant وهنا بالنسبة photorealistic هنا هخليه يكون impressionism وهنا هاخد انا الامر ده copy وحبتدي اروح على اول نموذج هنجربه مع بعض دلوقتي وهو juggernet lighting flux juggernet lighting flux من النموذج الرائعة جدا وحشوفه دلوقتي النموذج معي هبتدي اروح احط الامر البرومت هنا وهنا image size هختار 1024 او اختار ايا من الابعاد الموجودة ممكن تختار فيه 916 واعتقد هيكون فيه 16 هستهلك ثلاث نقاط ممكن اخليه ديني صورتين وحبتدي وحبتدي ان انا ادوس run it ونشوف النتيجة اولا مش هيخد وقت سريع جدا في توليد الصورة وتعال نشوف نتيجة نموذج juggernet lighting flux هتكون عاملة ازاي اه دي الصورة بص بقى الصورة قد ايه واقعية والنموذج ده قد ايه بيتسم بالواقعية في الصورة اللي بتحصل عليها استحالة تقول ان الصورة دي صورة الذكاء اصطناعي زي ما احنا شايفين الجودة رائعة وعالية جدا تقدر تعمل طبعا remix دي الامج خد بالك انت لو جدها عمالت download من هنا مش هتنزل معاك bng عشان تنزلها بتبتدي بتضغط هنا وتعمل select الصورة اللي انت عايز تنزلها ونفترض الصورة دي وتبتدي ان انت تعمل لها download هتتحمل bng حبيت بس ان انا اكد عن نقطة دي لان انت لو حملتها من الطريقة اللي انت تدوس عليها من هنا تعال نشوف الصورة التانية وتروح تحملها هيبقى extension بتاعتها html فعلشان تحمل الصورة تعمل ايه تبتدي ان انت تروح هنا او delete على حسب طبعا انا هنا بتكلم على download وهنا exit mode تطلع برا خالص المود انا عايزك بس تشوف الصور قد ايه رائعة يعني حاجة في منتهى الجمال ده بالنسبة لي تجربة juggernaut lightning وزي ما انتو شايفين معي احنا رحنا جبنا الامر منطهى البساطة من free i prompt generator من peter at ai يلا بينا نروح نشوف نموذج تاني ونتيجة تانية النموذج juggernaut pro flux هياخد حوالي 20 نقطة ولكن يستاهل تعالا نشوف مع بعض ادي الامر انا بقول لي يستاهل لان انا جربته من قبل في image to image لو انت عايز يعني تستخدم image care reference ولكن انا هنا بستخدم text prompt وحتى دي هنا اعمل run ونشوف مع بعض النتيجة هنا واحد الimage size وزي ما قلتلك انا حسيب cfg guidance هسيبه زي ما هو مدى الالتزام بالامر والstep هسيبها على 40 default بتاع النموذج بتاعي مش حالة في default خالص تعال بص على جمال الصورة هنا الصورة رائعة جدا 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 زي ما انتو شايفين بص التفاصيل بص العمق بص تباين الالوان وهنا هتعمل ايه علشان تحمل الصورة دي بتبتدي ان انت تدوس على select select الصورة لان ممكن تكون بتولد اكتر من صورة وهنا تبتدي تعمل download للصورة انا هنا اخترت صورة واحدة ممكن طبعا انت عندك لحد اعتقد اربع صور maximum ممكن يولد لك يعني ممكن تعمل صورتين وتختار ما بينهم اعتقد ان ايه عشان ما تضيع ش النقط لو انت عندك انتاج كبير محتاج تعمله هرجع مرة تانية استخدم موقع بترقات AI وابتدي اختار background forest وابتدي اختار backlighting فكلما كنا منتكلم عن lighting select perspective هخلي ايضا first person وخلي color vibrant وحخلي معقد شوية dramatic film noir وعمل copy وابتدي اروح مرة تانية عشان اختار نموذج اخر من النماذج الجيدة جدا في نماذج كتيرة في ideogram v2 في imprinting pro في حاجات او نماذج بيلزم ان انت ترفع صورة فاحنا هنا يعني بنركز على النماذج اللي بتطلع نتيجة حلوة وبالتكست كده زي ما احنا جربنا طبعا تقدر تروح انت بقى تكتشف حاجات كتير جوه الموقع انا بديك امثلة او بوريك النماذج الرائعة خصوصها نام ركزة على النماذج اللي ايمة على البنية الخاصة به flux تبارك فيه هنا فيه filter وانا عايزة text to image في image to image وفي حاجات text to video بس الفيديو في الخطة المجانية مش هتقدر مش هتقدر تعمل بيه اي فيديو لان طبعا بيحتاج يعني لو رحنا هنا text to video وجربت تروح على اي من المواقع اللي بتنتج لك فيديوهات هتبص تلاقي ان انت محتاج نقط كتيرة جدا علشان تعمل الموضوع ده رح بس text to video هشيت بس الفلتر text to image تعالا كده نجرب مع بعض نشوف مثلا هانيون 5 seconds انا عايزة اوريك بياخد قد ايه هياخد 920 يعني احنا معناش غير 244 فمش حينف عن الموضوع ده فهنا احنا عشان كده انا مركز معاك على text to image وعشان اوليك كمان النماذج الجيدة في ايضا عندنا flux 1.1 pro ده رائع جدا ورهيب جدا تعالوا كده نجرب مع بعض وهنا هاختار 16 لتسعة وحسيب ال default cbg وال steps زي ما هي وهنا هبتدي ان انا استخدم 92 نقطة علشان انتج بيصورة هنشوف مع بعض دلوقتي run it ونشوف النتيجة الصورة جميلة جدا تفاصيل حلوة ورائعة ونفذ دي بالضبط اللي انا طلبته جمال better at ai ان هو محدد امر محدد ممكن يبال ما بفوش تفاصيل كتير او اذا انت ما بتشوف او زي مشاجي بيديك ولكن هو جيد جدا في التعامل النماذج بتتعامل معه بشكل جيد وبتفهمه فPeter at ai ممتاز جدا للتجربة يعني وان انت تطلع صور حلوة من خلال اوامر حلوة في نفس الوقت ده بالنسبة لي النتيجة بتروح هنا تسلكتا عليه وتبتزي ان انت تعمله داونلود هينزل بي انجي وحينزل الجودة بتاعته عالية وحنستعرض مع بعض كل الصور اللي احنا عملناها في نهاية الفيديو عشان تشوفها بعد التحميل شكلها عامل ازاي مش بس على الموقع في بقى حاجات كتيرة جدا خاصة بجاجر نات في لورا في حاجات كتير قوي ادعوك ان انت تجربها دور عليها وهنا زي ما انت شايف فيه فلتر فهنا image to image text to image والinpainting والupscaling هتلاقي حاجات كتيرة جدا بس اعتقد بقى الupscaling والحاجات دي كلها ممكن تكون بتاخد يعني مثلا سيلة وبصينا على حاجة زي كده هنبوص اللي هنا بتاخد نقط كتير وانت بيكون لك في اليوم 52 نقطة لا والله الupscaling بياخد 92 حلو جدا يعني ممكن لو عندي صورة جودة بتاعتها مش حلوة ممكن انا ارفع الصورة واعمل لها upscaling فحلوة creative upscaler وده كان نظرة عامة على موقع run it من rundvision dot com اعطي لك الربط ازاي ما قلت لك في الوصفة اسفل فيديو اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وطلعوا بيه شغلة حلو وتعملوا بمحتوى جيد زي ما قلت في نهاية كل فيديو ما تنساش ورحمت الله وبركاته اشتركوا في القناة